بس أرسل لنا تعليق على شكل سؤال هو يطبق جلسات التواصل مع العقل الكوني يقول التالي يقول أقرأ يعني ولو بصورة مختصرة يقول هو أثناء بناء التواصل مع العقل الكوني هذه التأملات يقول فرأيت نفس المكان الذي أنا أتأمل فيه وكأن السقف البيت مفتوح يعني هو يتأمل وراء سقف البيت مفتوح وظهرت سفينة فضائية حقيقية إذن هو يتأمل يتصل بالعقل الكوني ويرى أن سقف البيت فتح أو انفتح ويرى سفينة فضائية ضخمة خاف هذا الشخص فتح عيونه يقول لأنه أول مرة هو يرى يعني هذا النوع من الاتصال وبسبب الخوف هو كان يريد أن يطلب يعني ممكن يريد أن يتصل بهذه الكائنات يريد أن يطلب أنه يصل إلى درجة من الروحانيات لكن بسبب خوفه ترك هذا الموضوع نجيب أو نتفاعل مع هذا التعليق أو السؤال الكون كون محبة والكائنات التي في الكون هي كائنات محبة أفكارك هي أفكار إلهية عندما أنت تبدأ بجلسات اتصال يجب أن تضع نوايا ما هي نواياك؟ ماذا أنت تريد؟ ما هو المعنى من الاتصال؟ ولماذا تخاف؟ لأن هناك أشخاص يقولون أريد أن أتصل مثلاً بكائنات الإيتيز وممكن إذا ظهروا كائنات الإيتيز فهم يخافون بعدها بمعنى هو يريد أن يرأهم وإذا رأاهم هو أو هي هو يخاف أو هي تخاف فما هو المعنى من الاتصال؟ هذه الكائنات متطورة بالفكر بالفلسفة بالروحانيات لديها قوى ما هي غاياتك من الاتصال بهم؟ لماذا تريد أن تتصل بهم؟ ما هو المعنى؟ وإذا ظهروا لك وخفته إذن ما هي الفائدة؟ الآن في هذه المناقشة الشخص يستخدم كلمات أقول له أن لا يستخدمها مثلاً يقول تأمل يقول خيال هذه الكلمات هذه الكلمات حاول أن تبدلها لأن هذا الكون هو ليس كون التأمل وليس كون الجلسات وليس كون الخيالات هذا الكون يحرك بالطاقة فأفكارك ليس التأملات أفكارك ليس التخيلات أفكارك هي طاقة أنت فكر كوني حياتك فكر كوني أنفاسك فكر كوني بمعنى عندما تفكر لا تقول أتأمل ولا تقول حتى لا تقول أعمل جلسة نعم نحن نستخدم هذه الكلمات جلسة تأمل فقط من أجل تبسيط المعاني لكن هي في الحقيقة هي لا جلسة ولا تأمل وإنما هي الرجوع لحقيقتنا يعني هذه الجلسات في حقيقتها أننا نرجع لحقيقتنا نعلن أننا نعلن أننا طاقة أبدية نعلن أننا سلام أبدي نعلن أننا جمال أبدي عندما تتصل مع الكائنات الأخرى يجب أن يكون لك تهيئ يعني تتهيئ بالفكر بالعواطف بالمشاعر تفهم ديناميكية الكون تفهم علوم المتافيزيكس تفهم معاني العقل الإلهي معاني الطاقة الكونية فلا يجب أنك تقوم فقط أنك تريد أن تتصل من أجل الاتصال أكرر لا يجب أنك تقوم فقط أنك تريد أن تتصل من أجل أن تراهم هذا غير صحيح اترك مسألة أريد أن أرى شيء اترك هذا الأمر الاتصال دائماً موجود باستمرار أفكارنا دائماً متصلة نعم أنت متصل مع النباتات مع الأجار مع البحار مع الجبال مع عقل الرب أنت متصل مع كائنات الإيتيز فإذا ترى هذه الكائنات وتخاف بمعنى هناك خلل هناك عدم فهم في ديناميكية يعني في فهمك لم تصل إلى درجة تتعرف على ديناميكية الكون إذا ظهروا لك لماذا تخاف السبب أن تتخاف لأنك لم تصل إلى درجة فيها تعرف ديناميكية عمل الكون فتحتاج أن أن تصلي أكثر تحتاج أن تدرس أكثر تحتاج أن تبارك الكون أكثر عندما تريد أن تتصل بالعقل الكوني أبدأ من الدرجات البسيطة بارك الطاقات الكونية بارك الأرض بارك شعوب الأرض بارك طاقات الكواكب فأبدأ بالبركات يعني أبدأ بإرسال طاقات البركات أشكر الكون أشكر طاقات الكواكب أشكر حياتك أشكر الأرض وفي هذه الأثناء أنت أيضا تقوم بتطبيق جلسات التنفس يعني تتنفس تنفس عميق في نفس الوقت أنا أفترض أنك تكون لديك رؤيا فهم فلسفة حول معاني الكون الاتحادي بمعنى أنت لا تستطيع أن تصلي وتتحد بالكون الاتحادي وأنت ممكن لا تعرف معاني الاتحاد واضح؟ فأنت أقصد عندما تريد أن تتصل بكائنات أخرى أو تريد أن تتصل بعقل الرب يجب أن يكون لك أو لديك شعور فهم أحاسيس عواطف أنت متحد مع كل شيء في الكون أنت روح الكون أنت حب الكون أنت سلام الكون فلا يجب أن يكون هناك أي شيء يخيفك فهذه المركبة التي ظهرت لك كان يجب أن تباركها نعم هكذا وأن تدخل في حوارات مع الكائنات التي تقوم بقيادة هذه المركبة هل تلاحظون؟ بمعنى أن الأمور التي أنت تصادفها في هذه الجلسات الأشياء التي تصادفها في هذه الجلسات تراها تشعر بها تباركها وتتحد معها فممكن في هذه المسألة مسألة هذه السفينة كان المفروض أن تقول التالي أبارككم يا روح الرب أرحب بكم أتحد معاكم بالحب بالسلام هيك بفرح باسترخاء لأنه هذا الكون الذي نعيش فيه هو كون الفرح لماذا الخوف؟ هذا الكون هو كون السلام كون الحب فالأشياء التي تراها في هذه الجلسات أو المواقف التي تصادفك كان تكون كائنات أو ممكن ترى أشكال كروية ضوئية أو أجسام ضوئية باركها وقول لها أهلا بك هكذا أهلا بك أرحب بك أرسل لك أرسل لك مشاعر الحب والسلام أنا متحد معاك وأيضا تعرفهم بنفسك هذا مهم أنك تبدأ تقول أنا كائن اتحادي وغايتي أن أتحد معاكم وأبني حضارات إيجابية فيها السلام والمحبة تعرفهم بنفسك وتطلب منهم قول اتصلوا معي أكثر أريد أن أتحاور معكم لدي مثلا هذه الغاية بالطبع إذا تخاف فهم يعرفون أنك خفت فالمركبة ممكن تختفي مباشرة لأنهم هم يعني هذه الكائنات أو هذه المركبات على درجة عالية من الذكاء فهم لا يظهرون لأي شخص لأنه يعرفون إذا ظهروا إلى شخص ممكن هذا الشخص يخاف ولا تقوم بالتجربة يعني الكون يجب أن تراه من الأعماق لا تراه من السطح يعني لا تقول أعمل جلسة أريد أن أتصل وأرى ماذا سوف أشاهد ليس هكذا أنت تعمل جلسات إعلانية تعلن أن الكون كون المحبة وأن تجزو من هذا الكون إعلان الصلاة أخواني وأخواتي بمعنى إعلان تحررنا إعلان قوتنا إعلان سلامنا إعلان فرحنا إعلان جمالنا إعلان ثراؤنا ليس تجريب يعني تقول أريد أن أصلي من أجل أن أرى ملاكا أو أصلي من أجل أن أرى مركبة ليس هكذا هذه تصبح فيها مصلحة أنك هيك تريد أن ترى شيء غريب في حين هي كل الأشياء موجودة أنت لا تحتاج أن ترى الأشياء يعني هذه الكائنات أنت لا تحتاج أن تراها لماذا تريد أن تراها أنت متحد معها بالفكر فتكلم معها عن طريق الفكر لماذا أنت تريد أن تراها ما هو السبب لماذا تحتاج أن أنك تريد أن ترى مركبة فضائية الاتصال بالفكر أنت حقيقتك فوق الزمن والمسافة أنت تستطيع أن تعيش في الأرض تسافر إلى أعماق الكون تلتقي بمركبات بحضارات بالفكر الفكر هو الحقيقة الفكر كون المادة فأنت من الفكر ابني حياتك من الفكر هكذا الفكر هو طاقة الرب أفكارنا هي طاقة الرب وأفكارنا ليس فيها محدودية يعني فكرك فوق المحدوديات فكرك عن طريق فكرك أنت تنتقل إلى أعماق الكون عن طريق فكرك تحقق أهدافك عن طريق فكرك تعيش بصحة أبدية عن طريق فكرك تعيش بفرح أبدي عن طريق فكرك تعيش بإبداع أبدي ركز على الفكر طور مهارات البناء الإيجابي ترجمة نانسي قنقر